شفنا حسين الشحات وتأديره واحترامه للترجي وشفنا محمود متولي وسيقته وتأديره لزميله وإشادته حتى بعالي معلول لما الإعلام التونسي ولاحظوا أنه كل المايكات اللي قدامه كلها لقنوات ومواقع تونسية لأنه فعلاً حل على تونس ضيف عزيز كبير لما تشوفوا الإعلام التونسي واهتماماته بالمباراة هتلاقيه بيقدر الأهل جداً وبيحترم الأهل قوي وشايف أنه يمكن كتير منهم قالوا أن الترجي ما كانش محظوظ أنه يواجه الأهل في النهائي وكبار المحللين حتى التونسي دايماً بيقدروا الأهل في الأدوار النهائية لعبة الأهل المدركة ده باشونس بشكل كويس قوي وعارفة أن عليها مسؤولية كبيرة وده دور اللعيبة الكبيرة في الفرقة رامي ربيعة واحد من كبات الأهل الكبار اللي عنده هذا التقدير لصعوبة المباراة نشوف طبعاً الترجي فريق محترم وفريق كبير زي ما أنت قلت زي الأهل طبعاً المنافسة هتبقى قوية بنحاول نسعى للفوز إن شاء الله ونحقق الفوز بإذن الله هنا في الترجي إن شاء الله في تونس بإذن الله ونعمل علينا وإن شاء الله تبقى مباراة قوية بدون تعصب بدون أي حاجة إن شاء الله زي ما أنت قلت المباراة هتبقى دفاعية أكتر بالنسبة للفرقتين الفرقتين عيبوا عميل حساب لبعد قوي وإن شاء الله نبقى مركزين إحنا بالنسبة لنا احنا كنادي الأهلي محترمين فرقة الترجي جداً عارفين قوتها وعارفين إن هم بلعب على أرضهم فإن شاء الله نعمل علينا ونفرح جمهورنا إن شاء الله النادي الأهلي بزنا النادي الأهلي ما بيفكرش في المباراة اللي عبها قبل كده المباراة يعني الفترة ديها تبقى غير المباراة اللي فاتت انت بتركز في اللي جاي وبتركز في كل حاجة ما بتركز انت سابق الترجي في الفوز أو هو كسبك قبل كده ما بتفكرش في أي حاجة غير أنك تكسب إن شاء الله تفرح جمهورنا دي الأهلي بإذن الله طبعاً جمهور الترجي زي جمهور الأهلي يعني اللي اتنين كبار واللي اتنين ليهم قمتهم وإحنا بنحترمهم وإن شاء الله تبقى مباراة لقى بالفرقتين إن شاء الله الذي ما رجع بالذكرة وأنا بيتفرج عليه دلوقتي في أول صعود له مع منو جوسيه كان عنده 17 سنة أو 18 سنة ولعب ماتش لعبه فترة بكرايت مرة هو طلع بكرايت ولعب ماتش فأنا داخل وهو خارج من عند مانو جوسيك فقال لي لعيب شخصيته أكبر من سنه مش ناس التعبير ده قال لي ده لعيب هيبقى مهم لأن عنده شخصية شخصيته أنضج من سنه ويعني تشعر أنه هو يعني هو أقف على أرض صلبة هم شكرا